وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفور القائل جل جلاله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله والقائل جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله وخير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن القائل بأبي وأمي وروحي ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها سبيلا وأوضحها دليلا علم التفسير لكتاب الملك القدير فهو شمس ضحاها وبد ردجاها ولم لا وشرف كل علم بشرف موضوعه وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ونحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء الثالث عشر من لقاءات تفسيرنا لصورة البقرة وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية مع هذه الصفة السادسة من صفات المنافقين فلا زال حديث القرآن متواصلا عن النفاق وأهله لخطر النفاق وخبث المنافقين هذه الصفة هي صفة التلون والخداع والتضليل وهذه صفة ملازمة للمنافقين لا تنفك عنهم أبدا قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء المتلونين المخادعين المضللين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون تدبروا معي أيها الأحبة الكرام قلت المنافقون من صفاتهم الخبيثة أنهم أجبن من أن يعلنوا إيمانهم الواضح الصريح بالحق وأجبن كذلك من أن يعلنوا كفرهم الصريح الواضح بالحق لكنهم إن جالسوا أهل الإيمان أظهروا لهم إيمانهم وأظهروا لهم المودة والمحبة والصفاء والإخاء وأعلنوا لهم أنهم يحملون نفس الهموم والقضايا التي يحملها المؤمنون الصادقون فهم معهم في خندق واحد وعلى منهج واحد ويحملون نفس عقيدتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهم في الحقيقة كذابون يظهرون بألسنتهم خلاف ما يعتقدونه في قلوبهم يظهرون خلاف ما يبطنون ويسرون بدليل أنهم انتركوا مجالس المؤمنين وفارقوا أهل الإيمان وخلوا بشياطينهم من رؤوس الكفر والشرك والنفاق من اليهود والمشركين وكبرائهم في النفاق ورؤوس المنافقين إذا جالسوا هؤلاء أعلنوا لهم أنهم معهم وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي مستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئون بأهل الإيمان إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله أكبر والاستهزاء في اللغة أيها الأفاضل أصله السخرية واللعب وقال أهل اللغة أيضا بل أصله لانتقام بل أصله لانتقام قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقد بينت أن الشياطين ينقسمون إلى قسمين أو نوعين شياطين الإنس وشياطين الجن بنص القرآن والسنة قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فهؤلاء إذا خلوا إلى هذه الشياطين بينوا معتقدهم الحق وأظهروا ما تحمله قلوبهم من عفا ومن خبث ومن نفاق وقالوا إنا معكم إنما نستهزئ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونستهزئ بالمؤمنين وهذا منهج المنافقين في كل زمان ومكان إذا جالس المؤمنين أظهروا الإيمان وإذا تركوا مجالس المؤمنين وجالسوا أهل النفاق أظهروا معتقدهم الحقيقي وأظهروا ما تحمله صدورهم من حقد وخداع وتلون وتضليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الاستهزاء كما ذكرت السخرية واللعب وقال بعض أهل العلم أصله الانتقام انتبه معي انتبه معي بمجرد أن انتهى المنافقون في مجلس النفاق ورؤوس النفاق بمجرد أن انتهوا من قولتهم الخبيثة إنما نحن مستهزئون وإذ بالقرآن الكريم يتنزل بهذا الوعيد المفزع وبهذا التهديد المرعب الله يستهزئ بهم الله أكبر الله يستهزئ بهم يظهر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يحمله القوم في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم ويتولى ربنا جل جلاله بنفسه الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين حقا وعن المؤمنين في كل زمان ومكان يتولى بنفسه جل وعلا الدفاع عن المؤمنين والانتصار للمؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا فينزل هذا التهديد الشديد وينزل هذا الوعيد الرعيب الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهؤلاء المنافقين وما أشقى من يستهزئ به جبار السماوات والأرض ما أشقاه ما أبأسه ما أتعسه ما أحقره ما أجهله ما أخبثه يا خسرانه ويا خذلانه في الدنيا والآخرة من يقدر على هذا ومن يطيق هذا لو أن ملكا من ملوك الدنيا أعلن الحرب على عبد من العباد أو أعلن أنه يعد العدة أو يسخر أو يهزأ بفلان والله الذي لا إله غيره ربما لا يطرف النوم عينيه إذا علم ذلك لا لا بل لو علم أن رجلا أقل من الملك أو أقل من الحاكم لو علم أن مسؤولا ما يكيد له ويستهزئ به ويسخر منه ويعد له العدة للانتقام منه والله لا يطرف النوم عينيه ولا تعرف السعادة سبيلا إلى قلبه ولا تعرف الطمأنينة طريقا إلى صدره وإنما سيعيش في هم وغم ونكد وضنك وقلق فتصور تصور أن هؤلاء الخبثاء باستهزائهم بأصحاب رسول رب الأرض والسماء وباستهزائهم بأهل الإيمان الأتقياء الأوفياء قد عرضوا أنفسهم لاستهزاء جبار السماوات والأرض الله يستهزئ بهم حضرتك متصور معي المعنى الله يستهزئ بهم الله أكبر ما أشقى هؤلاء ما أشقى من عرض نفسه لاستهزاء ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وما أسعده من تولى جبار السماوات والأرض الدفاع عنه ما أهنأه وما أفرحه وما أروحه وما أسعده في الدنيا والآخرة أبشر أيها المؤمن فالذي يتولى الدفاع عنك هو الله أبشر أيها الولي التقي النقي فالذي يتولى نصرتك وحفظك ومددك هو الله هو الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أخلي بالحضرتك لأني أعلم أن هذه الآية الكريمة قد تحدث إشكالا عند البعض كما أحدثت قبل ذلك إشكالات كثيرة عند بعض الفرق ولا حول ولا قوة إلا بالله الله يستهزئ بهم والسؤال كيف يستهزئ الله جل وعلا بهم وهل استهزاء صفة من صفات رب الأرض والسماء تدبروا معي الجواب على هذا السؤال لإزالة هذه الشبهة للعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال الأول قول شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال أخبر الله تبارك وتعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة هذا هو القول الأول الله يستهزئ بهم يعني يوم القيامة كما استهزأ المنافقون بأصحاب سيد النبيين وبالمؤمنين في الدنيا فالجزاء من جنس العمل فالله جل جلاله يستهزئ بهم ولكن في يوم القيامة الله يستهزئ بهم أي يوم القيامة وذلك قوله تعالى أو وذلك في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم ليه خلاص طفئت الأنوار طفئت الأنوار قبل العبور وقبل المرور على الجسر الذي يضرب بين ظهراني جهنم تطفأ الأنوار ولا يستطيع أحد أن يعبر الصراط أو أن يعبر الجسر إلا بنور ثابت يلازمه حتى ينتهي بهذا النور إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإلا فمن حرم من هذا النور تخبط في حنادس الظلام لا يستطيع أن يخطو على أرض المحشر أو أن يخطو على الجسر المضروب على ظهر جهنم لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا متى متى يقول أهل الإيمان أهل الأنوار ربنا أتمم لنا نورنا يخشون أن يفقد هذا النور أو أن يقل هذا النور أو أن يتناقص هذا النور متى حين حين يفقد أهل النفاق نورهم حين يفقد أهل النفاق نورهم فأهل النفاق مخادعون مضللون عاشوا بنفاقهم هذا بين المؤمنين في الدنيا ويتصور المنافقون الخبثاء أنهم يستطعون أن يواصلوا الخداع والتضليل حتى في الآخرة بين يدي الملك الجليل فتقسم الأنوار حين تطفأ جميع الأنوار تقسم الأنوار بعد ذلك على العباد كل بحسب عمله كما قال عبد الله بن مسعود فمنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة ومنهم كحال المنافقين من تحيط الظلمة به من كل ناحية يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون انتظرون نقتبس من نوركم آه انظر انظر إلى إلى الاستهزاء انظر إلى الجزاء من جنس استهزاء المنافقين من جنس خداع المنافقين في الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوره فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم يعني ينادي اهل النفاق اهل الايمان ينادي اهل الظلمات اهل الانوار ينادونهم الم نكم معكم يعني الم نكم معكم في الدنيا الم نصلي معكم الجماعات الم نشهد معكم الغزوات الم نتزوج من المؤمنات الم 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 نكم معكم افي هذا الموضع تتركون وتتخلوا عنا يا اهل الايمان الم نكم معكم قالوا بلى يعني رد اهل الايمان على اهل النفاق واجاب أهل الأنوار أهل الظلمات قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي تشككتم واحترتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نعم فالله جل وعلا يخبر أنه سبحانه وتعالى فاعل ذلك بهم الله يستهزئ بهم الله يخبر أنه سيفعل ذلك بالمنافقين في الآخرة يوم القيامة كما في قوله تعالى الذي ذكرته آنفة قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الله أكبر إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو القول الأول في تفسير قوله تعالى الله يستهزئ بهم القول الثاني قال بعض أهل العلم الله يستهزئ بهم أن يجازيهم على استهزائهم أن يجازيهم على استهزائهم فسمى ربنا جزاء الاستهزاء استهزاء لا تاني تاني بالراحة خلي بالحضرتك يبقى القول الثاني الله يستهزئ بهم أي بالمنافقين أن يجازيهم على استهزائهم فسمى جل وعلا جزاء الاستهزاء استهزاء وذلك ليزدوج الكلام كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وكما في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بقوله الله يستهزئ بهم قال أي يسخروا بهم للنقمة منهم ففسر الآية بالجزاء أي يستهزئ بهم للنقمة منهم أي للانتقام منهم ففسر الجزاء ففسر الاستهزاء بالجزاء أو سمى الجزاء من نوع استهزائهم سمى جزاء الاستهزاء استهزاء قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فيجازيهم جل وعلا بالانتقام منهم فسمى الاستهزاء أو الجزاء استهزاء وهذا مشهور جدا في لغة العرب كقول عمر بن كلثوم مثلا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فسمى رد الجهل جهلا سمى الجزاء من جنس الفعل من جنس العمل ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فالله جل وعلا يسمي جزاء الاستهزاء استهزاء فيقول تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم واستئناف قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم من غير عطف أو من غير فصل قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم استئناف قوله تعالى الله يستهزئ بهم من غير عطف في غاية التعبير وفي غاية الفخامة وفي غاية الجزالة الله يستهزئ بهم أي الله تبارك وتعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ لما ينزله بهم من النقمة والذل والهوان والخسران والخذلان في الدنيا والآخرة ولذلك قال جل وعلا الله يستهزئ بهم ولم يقل الله مستهزئ بهم وإنما لأنه تبارك وتعالى يفعل بهم ذلك ساعة بعد ساعة ووقتا بعد وقت بمجرد استهزائهم وقولهم وفعلهم للمؤمنين ولأهل الإيمان يعاقبون مباشرة ويجازيهم الحق تبارك وتعالى مباشرة بعد استهزائهم في أي ساعة يرتكبون فيها هذه الحماقة وهذا السفة لذا قال الله يستهزئ بهم أي كلما استهزئوا بالمؤمنين الصادقين ولم يقل الله مستهزئ بهم حتى لا يفهم أحد من هذه العبارات أنه جل وعلا مستهزئ بهم مرة واحدة وإنما كلما استهزأ المنافقون بأهل الإيمان من أصحاب سيد النبيين والمؤمنين في كل زمان ومكان فالله جل وعلا يستهزئ بهم كذلك كلما أحدث استهزاء بأهل الإيمان من المؤمنين الأولياء الأتقياء الأصفياء الله يستهزئ بهم أما القول الثالث وهو ما أختاره أنا وما أستريح إليه أنا وما أصلته قبل ذلك وأزيده وضوحا وتأصيلا هنا القول الثالث المعتبر عندي الله يستهزئ بهم أقول الاستهزاء والنسيان والمكر في هذه الآيات القرآنية في سياقها القرآني التي سيقت فيه هذه الأفعال إنما هي أفعال مدح وكمال هذه الأفعال كالمكر والخداع والنسيان والاستهزاء خادعون الله وهو خادعهم نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله يستهزئ بهم إلى غير ذلك هذه الأفعال في موضعها وسياقها القرآني التي وردت فيه بما سبق وما لحق يعني بالسوابق واللواحق هذه الأفعال في سياقها القرآني أفعال مدح وكمال أفعال مدح وكمال لأنها من باب الجزاء العدل من جنس العمل وهذا بالنسبة للمخلوقين كمال ومدح فكيف بالنسبة للخالق جل جلاله لكن لا ينبغي أن نستل هذا الفعل من السياق القرآني ولا يجوز أن نفرد هذا الفعل من السياق القرآني أو أن نشتق من هذه الأفعال أسماء لله الكبير المتعال فلا يجوز أبداً أن نقول بأن الاستهزاء بمعنى اللعب والعبث لا يجوز أن ننسب هذا إلى الحق تبارك وتعالى بإجماع الاستهزاء بمعنى اللعب وبمعنى العبث لا يليق أبداً أن ننسبه إلى الله جل وعلا بإجماع المسلمين باتفاق علماء هذه الأمة لا يجوز البتة أن ننسب هذه الأفعال من باب العبث واللعب للحق تبارك وتعالى لكن إن نسبت هذه الأفعال لله جل جلاله من باب الجزاء العدل من جنس العمل فهذا جائز ولا حرج في ذلك البتة بل حينئذ يكون الفعل في هذا السياق فعل مدح وفعل كمال يخادعون الله وهو خادعهم نسوا الله فنسيهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هكذا لا يجوز أبداً أن تفرد هذه الأفعال أو أن تستلها من سياقها القرآني بل هي في السياق أفعال مدح ولا يجوز أبداً أن نشتق أيضاً من هذه الأفعال أسماء لله الكبير المتعال فنقول من أسمائه الناسي من أسمائه المخادع الماكر المستهزئ إلى غير ذلك حاشا لله حاشا لله لقد تفوه بأمر عظيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق له الأرض وتخر منه الجبال هدى من اشتق من هذه الأفعال أسماء لله الكبير المتعال وقرنها بالأسماء الحسنة كاسم الله واسم الرحمن والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر ذلك من أسماء الجلال هل يليق يا رجل أن تجعل أسم الماكر والمخادع والمستهزئ والناسي إلى جوار أسماء الجلال كلفظ الجلالة الله الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المصور الخالق البارئ إلى غير ذلك من أسماء الله جل وعلا لا يليق وهذا جهل من كل مصنف صنف في الأسماء الحسنة واشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال جعلها قرينة لأسماء الله الذي سمى بها نفسه وسماه بها أعرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن أيها الأفاضل يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بأسماء الله الحسنة التي سمى الله بها نفسه في القرآن والتي سماه بها أعرف الخلق بها عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى لا نحرف لفظا تحريفا حرفيا أو تحريفا معنويا لا يجوز أبدا وإنما يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أخي أنت لا تقبل أن يسميك أحد باسم لم يسمك به والداك فكيف تقبل أن تسمي رب الأرض والسماء جل جلاله باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسميه به أعرف الخلق به عبده ورسول مصطفى وكل كلام رسول الله وحي من الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة نعم أيها الأفاضل نؤمن بالأسماء الحسنة بل والصفات العلى كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها ومن غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف قال جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال جل جلاله فلا تضرب لله الأمثال قال جل جلاله ولا يحيطون به علم قال جل جلاله أأنتم أعلم أم الله جلاله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمد فعل مشتق من المدد وهو الزيادة وهذا أيضا من باب الجزاء العدل لهؤلاء المنافقين ويمدهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمدهم أي يزيدهم وقال ابن عباس أي يمهلهم ويملي لهم أي يمهلهم ويملي لهم هذا أيضا معنى آخر في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون يبقى يمد فعل مشتق من المدد وهو الزيادة فالمراد ويمدهم أن يزيدهم طغيانا ويزيدهم ضلالة جزاء وفاقا لنفاقهم وإعراضهم عن الهدى وإعراضهم عن الحق فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم فليؤمنون إلا قليلا وكما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون يبقى يمدهم أن يزيدهم أو يملي لهم ويمهلهم بل ومن أعجب ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال الحافظ قال بعضهم خلي بالك لأني دي مرعبة قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقبة آه ده موضوع خطير كم من منافق خبيث الآن مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري هو بعيد عن الله جل وعلا بعيد عن طاعة الله سبحانه لا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهي الله ولا يقف عند حدود ربه ومولاه ومع ذلك ترى عطاء الله له بلا حدود وترى فضل الله عليه يتزايد وترى نعم الله بين ديه تتكاثر فيظن هذا الخبيث البعيد عن الله جل وعلا أن نعم الله التي تتوالى عليه تترى وهو بعيد عن الله إنما هي دليل عملي قطعي على رضا الله عنه إنما هي دليل على فضل الله عليه ونسي هذا المسكين أنه مستدرج بهذه النعم يا له من أمر جلل إذن كيف أعرف وكيف أعلم إن كانت النعم بين دي الآن وما أكثرها كيف أعرف أيها الشيخ إن كانت هذه النعم دليل رضا من الله جل وعلا أو دليل صخط من الله كيف أعرف إذا كانت هذه النعمة نعمة أو نقمة تدبر معي الجواب حتى لا تخدع وحتى لا تغتر أقول لك باختصار شديد في كلمات واضحة إذا كانت نعم الله جل وعلا بين يديك وما أكثرها تقربك من الله سبحانه وتعالى وتزيدك خشوعا وخضوعا إلى الله وتزيدك قربا من الله فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب منك الشكر لله جل وعلا لتستجلب بهذا الشكر المزيد من نعمه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم انظر إلى الثانية أما إن كانت نعم الله بين يديك وما أكثرها تبعدك عن الله فأنت لا تجمع إلا من الحرام ولا تنفق إلا في الحرام وأنت لا تؤدي حق الله جل وعلا ولا تؤدي حق الفقراء ولا تؤدي حق اليتام والمساكين بل أنت معرض عن الله متكبر على الله معرض عن منهج الله وعن شرع الله ونعم الله تتوالى عليه وتتكاثر بين يديك أعلم 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 أنها النقمة في ثوب النعمة وأعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة وأنت لا تدري آه كل مال بين يديك كل جاه أنت تملكه كل سلطان أنت فيه أولادك زوجتك أموالك أطيانك عماراتك أرضك كل ما تملك من النعم جمعت من الحلال أديت حق الكبير المتعال تقربك هذه النعم شكراً لله وبكاءً بين يدي الله وذلًا إلى الله وانكسارًا بين يدي الله وحبًا لله وإنفاقًا في سبيل الله إذ والله العظيم لو جلسته يا رجل الأعمال يا من أنعم الله عليك بالمال والله لو جلسته قبل ثلاثين سنة من الآن وقيل لك احلم احلم تحلم بإيه والله ما كنت تقدر تحلم بعشر اللي انت فيه الآن فإن كان ما بين أديك من هذا النعيم يقربك من رب العالمين ويزدك طاعةً وعبادةً وسجودًا وانكسارًا وحبًا لله وخوفًا من الله ونفقةً وبذلًا وعطاءً فاسجد لربك شكراً واعلم بأنه فضل الله عليك واعلم بأنها نعمة الله لك واعلم بأنك قريب من الله واعلم بأنك حبيب إلى الله جل وعلا ذلك فضل الله أتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاسجد لله وأدم الشكرة وزد الشكرة لتستجلب بهذا الشكر مزيد نعم الله وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيد منكم آه إنما الأموال بتكتر أوي والنعم عملة ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتتكاثر كتكاثر الدود ما شاء الله الأموال والأرصدة بتزيد العمارات بتكتر الأراضي بتكتر العز والجاه والسلطان بيزداد وأنت بعيد عن الله لا تصلي لله معرض عن الله متكبر على خلق الله لا تنفق في سبيل الله إلى آخر هذه الصفات اعلم أن ما أنت فيه من نعم إنما هي النقمة نقمة الله بك ولكنها تلبس ثوب النعمة اعلم بأنها المحنة ولكنها تلبس ثوب المنحة فانتبه فكم من مستدرج مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان منافق خبيث قلبه مليء بالنفاق لكن المداحين الكذابين لكن المداحين بالباطل ينفخونه ينفخونه حتى طار الرجل في الهواء ولم يعد ينظر إلى أهل الأرض إلا من علن فأصبح لا ينظر إلى الناس إلا كالذر إلا ويرهم كالذر كالذباب لأن الناس نفخوا فيه حتى طار في السماء فأصبح لا يرى الناس إلا من برج عال جدا وربما يكون الرجل في ذاته وفي أصله متواضعا سخيا كريما لكن بدوام نفخ النافخين فيه وبدوام كذب الكذابين وتضليل المضللين من المداحين البطالين ارتفع الرجل هذا الارتفاع الذي سيكسر رقبته وسيكسر جناحيه لا يكسر جناحا واحدا فحسب بل سيكسر جناحيه إن لم يعد إلى الله ويرجع إلى الله ويعلم أنه مستدرج بنعم الله عليه وبثناء الناس عليه وهو لا يدريه معاك أدل على كذا يا مولانا دا كلامك قطر جدا معاك أدل على كذا من كلام ربنا ومن كلام النبي نعم ألم تسمع مني قول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحبد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب أوه خل بالك خل بالك والله لأن يام فيه ناس وأعين في هذا الابتلاء يام قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فعلا بأنه استدراج له من الله اقرأوا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون أي آيسون لا يملكون أي شيء فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إهدى إهدى خلي بالك فلما نسوا ما ذكروا به الله مفيش فانتقمنا منهم مفيش فخسفنا بهم الأرض مفيش فزلزلنا بهم الأرض مفيش فأرسلنا عليهم صوت عذاب أو فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية لا 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 ملئيه فتحنا عليهم شايف الاستدراج اوعى تغتر بمن يعيشون في الكفر ولكنهم غارقون في النعيم إياك أن تغتر بمن يغرقون الآن في النعيم وهم مقيمون على معصية مالك الملك ورب العالمين إنهم مستدرجون من الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم يلا خد عاوز مال خد المال خد الجاه خد السلطان خد الكراسي خد الزوجة خد الأولاد خد السيارات خد الأطيان والعيب اللي انت عاوزه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص يقول لك يا أرض تهد ما عليك أده خلاص محد الشعر في كلمه هو أصلا لا يمشي على الأرض هو أصلا لا يمشي على الأرض فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة في أي ساعة من ليل أو نهار فإذا هم مبلسون آيسون من كل شيء ومن كل صور النعيم التي كان توالى عليهم تطرى فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليملي للظالم خل بالك يا ظالم خل بالك يا ظالم إن الله ليملي للظالم ليملي يعنيه بيمهله وهو مسكين متصور أنه لم يقع في الظلم يقول لك أنا ما ظلمت شحد وهو غارق في الظلم غارق في الظلم لنفسه وغارق في الظلم لخلق الله ولعباد الله وغارق في الظلم لأولاده وغارق في الظلم لوالديه وغارق في الظلم لجيرانه ظالم ظالم استغل منصبه واستغل قوته واستغل ماله واستغل وجاهته لظلم عباد الله ولظلم خلق الله ما تغترش وخل بالك إذا دعتك قدرتك على ظلم الخلق فتذكر قدرة الملك عليك وتذكر قدرة الخالق عليك وأعلم بأن الملك يمهلك ولكن احذر أن تتشك لحظة أنه يهملك أو سيهملك لا لا ورب الكعبة والله الذي لا إله غيره ستدفع ثمن ظلمك في الدنيا قبل الآخرة إثنان اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى إثنان وفي لفظ إثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة البغي يعني الظلم والعقوق الظلم وعقوق الوالدين لازم تشرب من نفس الكس هنا في الدنيا قبل الآخرة لابد أن تشرب من كأس الظلم الذي سقيت منه المسلمين والمؤمنين والضعفاء والمظلومين والله العظيم والله وأنا أقسم بالله لأن الذي أخبرنا بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والله العظيم لتشربن من نفس الكأث الذي سقيت منه المستضعفين من المظلومين إن الله لا يملي للظالم يا الله إن الله لا يملي للظالم اسمع اللي جاية دي حتى إذا أخذه لم يفلت ما تراجع التاريخ كذا راجع تاريخ الظلمة راجع تاريخ الظلمة هتلي مثالا واحدا في التاريخ كله كله بلا استثناء لظالم فاجر تماد في الظلم وأهمله الملك هو أمهله هو أمهله مرة ومرتين وعشر مرات لكنه ما عاد إلى الله وما تاب وما رعوى وما تذكر ضعفه وما تذكر ضعفه والله قد لا يقدر على إسهال يصيبه في دورة المياه قد لا يستطع أن يتحمل ألم بطن أو ألم ضرص أو ألم عين أو ألم أذن أو ألم جرح في أصبع أصبع من أصابعه فضلا عن الآلام والمصائب الكبرى إن الله ليملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ويمدهم ويمدهم فليحضر المنافقون وما أكثر المنافقين اللهم احفظني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره ويمدهم في طغيانهم يعمهون ما هو الطغيان الطغيان هو مجاوزة الحد الطغيان هو مجاوزة الحد الطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء هو الإفراط في الضال في الشر في الكبر ويمدهم في طغيانهم أي في ضلالهم يملي لهم يزيدهم طغياناً وضلالاً ليقيم عليهم الحجة كاملة ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعمهون العماء عم البصر والعمه يعمهون عمها يعمه أي ضل قلبه فالعمى للبصر والعمه للقلب العمى للبصر والعمه للقلب ويمدهم في طغيانهم يعمهون عمها فلان عمها إذا ضل وقال بعض أهل العلم العمى للبصر فلان أعمى البصر أي لا يرى أما العمه يعمهون فهو في القلب يصيب القلب ضلال القلب عن الهدى إعراض القلب عن الهدى والحق فالمنافقون في ضلالهم وكفرهم المنافقون في ضلالهم وكفرهم يزدادون ويتحيرون ويترددون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزاء عدلا وفاقا لإعراضهم عن الله ولزيغهم عن الحق ولإعراضهم عن النور بعدما أبصروه ولإعراضهم عن الهدى بعدما عرفوه ولإعراضهم عن الإيمان بعدما أظهروه بألسنتهم الكاذبة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يخي الجزاء من جنس العمل وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى أولئك أي أولئك الموصفون بهذه الصفات الخبيثة التي عددناها في لقاءات متتالية مطولة وهذا على قدر علمي وإلا فلو جلس عالم من علمائنا الربانيين والله لأطال النفس جدا جدا في هذه الصفات ولكن هذا على قدر علمي أقول أولئك أي أولئك الذين وصفهم الله جل وعلا بهذه الصفات الخبيثة الحقيرة الدنيئة أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يا للخذلان والخسران أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الضلالة هي فقد الهدى الضلالة الضلالة ضد الهدى وهي الجور عن القصد والجور عن الحنيفية السمحاء أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والباء والباء دائما أبدا في لغة العرب تضاف للمتروك خلي بالك من ديه الباء في لغة العرب دائما أبدا تضاف للمتروك لا تضاف إلى المشترى لا تقول اشتريت الثوبة بمئة جنيه فالباء دائما أبدا تضاف للمتروك اشتريت الثوبة بمئة جنيه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دفعوا الهدى ثمنا للضلال هل تتصور دفعوا الكفر ثمنا للإيمان أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الكفر بالإيمان بالإيمان فرطوا في الإيمان باعوا الإيمان ضيعوا الإيمان قدموا الإيمان ليشتروا ليشتروا ماذا ليشتروا الكفر ليشتروا الضلال هل تصورت صفة دنيئة خبيثة أقبح من هذه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الكفرة اشتروا الكفرة بالإيمان ضحوا بالإيمان من أجل الكفر وضحوا بالهدى من أجل الضلال فكيف تربح صفقتهم وكيف تربح تجارتهم والربح هو الزيادة على رأس المال بل لقد فقدوا الربح ورأس المال فقدوا الربح ورأس المال إن كان رأس مالهم عقولا تفكر وقلوبا تنبض بالحياة وعيونا ترى الحق وآذانا تسمع الحق فهم لم ينتفعوا لا بأبصارهم ولا بألسنتهم ولا بأسماعهم ولا بعقولهم ولا بقلوبهم ولم يحققوا فضلاً عن ذلك ربحاً فكيف يربح من فقد رأس ماله فلم ينتفع بأي أداة من أدوات الهدى لم ينتفع المنافق بأي أداة من أدوات الهدى فكيف يحقق الربح وقد فقد رأس المال الأصلي كيف يحقق الربح وقد فقد رأس المال الأصلية بصورة كاملة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم بل تجارتهم خاسرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين خرجوا من الإيمان إلى الكفر خرجوا من الإيمان إلى الكفر ومن الخير إلى الشر ومن الأمان إلى الخوف ومن الهدى إلى الضلال ومن البدعة ومن السنة إلى البدعة وبالجملة خرجوا من الخير كله إلى الشر كله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وبعد هذا التفصيل البديع يأتي هذا الإجمال الجليل من الملك الجليل سبحانه وتعالى بعد هذه الإطالة في صفات المنافقين فلقد ذكر الله جل وعلا في المؤمنين كما ذكرت أربع آيات وفي الكافرين آيتين وفي المنافقين ثلاث عشرة آية يعني هذه الإطالة ليست من عندي أنا بل هذه الإطالة في تفصيل صفات المنافقين إنما هي آيات رب العالمين بعد هذه الإطالة والتفصيل في صفات المنافقين لبيان خطر النفاق وأهله ومدى حاجة المؤمنين للكشف عن خداعهم وخبثهم وضلالهم أقول مع كل ذلك ومع كل هذا التفصيل يجمع الملك الجليل تبارك وتعالى صفات المنافقين بصورة مجملة بليغة بديعة وذلك في مثلين من أروع وأدقي وأجل أمثلة القرآن الكريم ضرب الله جل وعلا للمنافقين في هذه الآيات الكريمة المقبلة مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا ضرب الله جل وعلا للمنافقين مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا بأسلوب بليغ لا أعجب لأنه أسلوب القرآن فحين تقرأ معي وتتدبر معي الآيات المقبلة التي ضرب الله عز وجل فيها مثلين للمنافقين تشعر أنك ترى بعينك تشعر أنك قد انتقلت بالفعل لمجموعة من المنافقين تنظر إلى وجوههم وإلى أحوالهم وإلى النور الذي أضاء لهم وإلى الظلمات التي أحاطت بهم وإلى الرعد والبرق الذي يكاد يزلزل أركانهم ويصم آذانهم تستشعر أنك ترى بعينك المنافقة يضع يديه أو أصبعيه في أذنيه حتى لا يرى وحتى لا يسمع هذا الرعد والبرقة الذي يصم أذنيه إلى آخر هذه المشاهد المروعة المفزعة المؤلمة نعم في مثلين من أروع أمثلة القرآن مثل ناري ومثل مائي قال الرب العلي مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد ناره فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم مع أن الآية تقول مثلهم كمثل الذي استوقد ناره ناره ومع ذلك ذهب الله بنورهم ما ألش بنارهم ليه هنعرف إن شاء الله هنعرف في الحلق القادمة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إيه المضوع ما الخبر المضوع شديد ما الخطب ما معنى هذه الآيات وما معنى المثل النار والماء هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء فلقد مضت الساعة بسرعة والله تعالى أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته